دابان جي عندك انا وهتسليع فانا اوكي تعانقوا ودازت عند رجاء وشافت فيها وتلاحوا كيتبكوا على بعضياتهم قالت لها رجاء تهل لا يفرزك حبيبة كل شي رديكون باخير وما تنسينيش اسراء بدت كتبكي وقالت غير شوية وجي عندي اوكي رجاء قالت لها ضروري تلمات اسراء على والديها وخرجوا معها ومعاهم هشام وبقى جيهاد ورجاء بحدهم قال لها جيهاد حبيبك ما غدت عنقاش لاحت عليه ودورات رجليها على خسرو وخشات وجهب عنقو كتبكي وكتنخص قالت لي تهل لا لي يا فختي وإلا شفتي في شي واحدة غدا نقلت لك سمعتي جيهاد بتازم وبعدها عليه وباسها حتى اقطع فيها النفس وقال غنت وحشك قالت ليه رجاء حتى انا شدت اسراء وخوها الطريق وبقات كتشوف وعقلها مها آدم ما زال صوتك يتردد في بعلها كتسمع اسراء حبيبة اسراء كان خايف قالت كان خايف علي وانا غدا نشي ونخليه ولكن ما عندي من دير إلا بقيت غدا نسبب ليه غير في المشاكي لكتر ابقات الطريق كاملة وهي كتخمم وتنخص صغير بشوية حتى وصله رجاء بقات قيلتها في الجردة بوحدها وكتبكي احتوقف عليها آدم وإيده كتسيل بالدمه ومعصب ماشي آدم اللي موال فكتشوف قالت آدم وهو يقول اسراء فينا هي ما بقيتش قادر نصبر خاسني نشوفها ما يمكنش غتخبيوها عليا رجاء بدأت كتبكي وقالت اسراء مشات مشات آدم شدها من إيدها وقال كيفاش مشات فينا مشات هدري قالت ليه مشات للندن ساعة هادي باش خرجات هيا وجهاد آدم تصدم ومعرف داشت بلا آخر حاجة كان يتوقحها هي هادي تلق منها ومشا كيجري للطموبيل اركبوا دمارة كيسوق بسرعة جهونية وصونا لريم وقال لها هبطي لي الباسبور دابا دابا نلقاك حدا الباب اقتع ليها وزاد كسيرة وصلوا لقاها حدا الباب واخطف من عندها الباسبور وكسيرة المطار دخل كيجري وكيقلب واللي تشابهت ليه كيمشي جرها وكيعتادر وسمع النداء الأخي قبل الإقلاع للرحلة المتوجها للندن كيف سمحها آدم مشا كيجري للبوابة ولقوا هم سدوها بقى واقف وعينيه على الباب محطم حبيبته اللي بغاها صافي خلات وعند أول مشكلة وقع تخلات على حبهم ومشات عند أول مطب استسلمات وتخلات عليه نزلت دمع من عينيهم صحة وضرب إيديه على الحديدة اللي قدامه ومن بعد سنتين قالت إسراء شكرا بزاف وحنا تيم ديال مسيو جيهاد اليوسفي فاخورين أننا نخدمه مع شركة بحالكم خرجات من غرفة الاجتماعات ومشات ركبات في طموبيلتها ومشات للدار غير حلات وسمعات التخرشيش هزيت سوارتها في إيدها ودخلات كتسلت حتى كتسمع موراها أودي سوارتهما باش غد دافعي على راسك قفصات إسراء وقالت أوف خلعتين يا معاد حشو معليك معاد قال ليها جيت ما لقيتك شو بقيت كنت سنة كيداز الاجتماع وهي تقول له داز واهر شروط كاملين قبلهم خازني نعيط الجهاد نقولها لي أنا غدا نمشي نبدل عليها ونجي مشات إسراء البيتها ووقفت قدام المراية واتمحات هذه الضحكة اللي كانت دايرة كأنها واحدة أخرى حلات البلاكار وشافت صورته صورة حبيبها اللي ما عمرها نساته خلاته وصافرت ولكن ما كان عندها حتى حلاخر منلي جات للندن كانت محطمة ما كتاكل ما كتنعس وشحال من مرة كتبقى تبكي حتى كتسغل جهاد عيامها وحتى حاجة ما خرجتها من هديك الحالة حتى النهار طلقات من معاد والليات كتتحك شوية وما بقاتش غير مريضة وخاكل لليلة كتفكر غير في أهدم وكتبكي ولكن ماشي بحل في اللوي معاد شاب مغربي طويل وعضلات ومفتولة بحل جهاد وأصلا هو صاحب جهاد والخدمة دياله كينا في لندن جهاد عاود ليه كل شيء فجاو وبقى كي يجيه كيحاول يخرجها من الجو ديال الحزن والكآبة اللي كانت فيه وهو اللي شجعها باش تخدم مناجر ديالجهاد من جديد لبسات إسراء وخرجات عند معاد لصالون قالت ليه شنو ما غنت غداوش معاد قال ليها ولفتيها قالت ليه إسراء انت طيابك زوين سير وجدش حاجة بينما هدرت مع جهاد قال ليها معاد ها هو لالنغادي مشا معاد وهي عزت التليفون ودوزت أفال فيديو الجهاد جاوباتها رجاء قالت ليها ليش مصدعان أختي قالت إسراء سليع فانت وحشتك رجاء قالت ليها حتى أنا صافة كل شي بخير إسراء قالت الحمد لله فين هو دك لحول جهاد قال ليها راس معتك وتلاحع لرجاء وبين في الكاميرا وقالت رجاء واش بغي تقتلني قال ليها جهاد لا باقي ما غنقتلش حبيبة دابا رجاء قالت أوي ليس قط وهي تقول إسراء ما بقيتوش كتحشمه كده يرى مع التوجات دي العرف جهاد قال ثوليني أنا أما هي لباس عليها قالت رجاء وباز ما قادر حتى يوصلني فين بغيت قال جهاد داك شي عندكم ما كيساليش وهي تقول رجاء رابقات غير جو السيمانات أجي قبل رابغيتك تعاونيني في شي حوايش قال ليها جهاد آش من حوايش قالت رجاء شي حاجات دي اللبنات ما تعرفش ليهم انت قطعات إسراء ودخلات الكوزينة عونات معاد وحطوا الغداء وتغداء وبقوا قايسين مجمعين معاد قال ليها أجي انتي هلاش ما ترجعيش للخدمات ديالك هند انتي اللي وصلتها للشهرة واعطى الله لمواهب هنا وفي المغرب وهيد الخدمة انتي كتبغيها زحمة إسراء قالت لي ما عرفتش واش ما زال غدا نقد على هاداك العالم انت عارف علاش حبست قال معاد عامين دازو على ذاك الشي من حقك حتى انتي تعيشي ذاك الشي اللي بغيته وتحقي حلمك إسراء قالت لي حتى يفوت العرس ديالجهاد ورجاء ونشوف يلا هكليتي وانوضة تهسير في حالك شفتك سكنتي معايا وما تنساش تقطع لبي قال ليها معاد وباز بحالك بحل ضحش ديالخوك جاي عندك وكان طيب الراسي وكتجري عليها ها هو غادي قالت ليه إسراء ما تنساش تقطع البية قال ليها معاد امتى تبغيت سافري؟ قالت إسراء من هنا لسيمانة خاصني نمشي راجاء بغاتني قال ليها معاد أوكي ودازت سيمانة ورجعت إسراء المغرب مشات لدارهم وفرحوا بيها بالزاف حيث عامين هادي ما نزلتش للمغرب داز أسبوع لإسراء وهي في دارهم وكانت في بيتها وجات عندها رجاء قالت ليها إسراء غدا نسولك قبل ما تتعصبي إسراء قالت سولي رجاء قالت ليها ما فكرتيش تمشي عند آدم إسراء غير سمعتها وحبسات دكشي اللي كانت كدير قالت نمشي نرون لي حياته تاني قالت ليها رجاء ما فكرتيز عما حتى هو يكون معدب بحالك نهدات إسراء ودارت عندها وقالت آدم ما يستهلش دكشي اللي وقالي تفضح قدام الناس واتاهموه بحويج ما كينينش بسبالي أصلا واحد بحاله قد دني غيبقى حتى لدابة بلا ما تدور به شي وحدة نوضي اللبسوه باش نخرجو رجاء قالت واخا رجعات إسراء كتشوف في حويجها ونزلوا دموحها مسحاتهم دغية وحاولات ما تنفاعلش ما بقاتش بغاة تتسبب في حزن الناس اللي معاها داك شي اللي كتحس بيه كتكبحه في الداخل ديالها قالت أنا غدا ندخل دوش دغية دخلت للحمام ووقفات تحت الرشاشة كتدوش وكتبكي فقمت فكراته قلبها كيتقطع لحقاش توحشاته وما كرهاتش تمشي عنده تجري ولكن ما قادراش تمالكات نفسها وكملات دوشها وخرجات ولبسات ورجاء احتهي نزلوا لتحت والقاوة الدراري واجدين جهاد قال ليهم على السلامة يلا مشينا خرجوا كاملين ومشاوا الوحد المطعم اللي كتكون فيه فرقة موسيقية ومغنيين كيكونوا مبتديئين دخلوا وقلصوا في الطبلة كانت الفرقة الموسيقية كتعذب وواحد الولد كيغني جهاد غمز اسراء وقال ليها اش بالك فيه؟ قال اسراء حركات راسها بالله واستأدنات وناضط الحمام مشات غسلات وجهة وبقات كتكالمي في راسها كتمنى هاد الخلعة اللي فيها ما تبقاش بدات كتمسح في وجهها حتى سمعات واحد الصوت خلاها تحبس دك الشي اللي كانت كتدير وتركز معها صوت ملائكي حازين مسحات اسراء وجهها وخرجات كتجري وقفات حد المنصة وهي تباليها وحد البنت باقة صغيرة عويناتها زرقين وشعرها بوكلي وكتغني رجاء لمحات اسراء وقفة وهي تقول وقولوا على سلامتنا وشيرات لهم جيفة اسراء تلفتوا لها وهو يقول جهاد عينها فالتين غادة تخلع البنت نوضى معاد جيبها مشا معاد كيتحك عند اسراء وقال لها اسراء آجي قلسي حتد سالي البنت وهضري معاها راغة توطريها هاكا اسراء كانت سارحة مها الأغنية وآداء البنت خلاها تفكر وجعها حتى فيقها معاد من سهوتها قالت واخا يلا هنقلسو مشات قلسات وبقات غير كتتصنت بالعقل احتى سالات البنت ونادت كتجري مشات عنها قالت ليها سمحي لي واحد دقيقة البنت بتوتر قالت آه واخا وهي تقول اسراء شنو سميتك قالت لي هالبنت سلوة واش كين شي مشكيل اسراء قالت لا ما كين حتى شي مشكيل بالحكس جيت نقول ليك صوتك زوين بزافة سلوة سلوة بتاسمات وقالت شكرا بزافة وهي تقول اسراء الصراحة انا مناجة وكنت كنقلب على موهبة اللي تستاهل نخدم معها واخيرا نلقيتك سمحي لي على هاد الدخلة ولكن اش قلتي ارتابكت سلوة وقالت الصراحة ديجة كانت في اللاو عليا من قبل وحرمت اسراء قالت عرفت صعيب تتقفشي واحد آجي كتعرفي جهاد اليوسفي سلوة قالت جهاد اليوسفي اللعب ديالكورا آه كنعرفو اسراء قالت آنا المراجر ديالو راه هو فين كالف واحتاه هو عجبه صوتك شيرات لها للطبلة فين كالسين تلفتات سلوة ودار لها جهاد باي بس ضمخها رجعت عينها وهي تقول بس هاجبك صوتي بتسمت اسراء وقالت آجي نعرفك عليه جراتها وداتها للطبلة وقالت اسراء نقدم لكم سلوة الموهبة اللي كانت كتغني دابا وهذا معاد وهذا جهاد ركي كتعرفي وهدي رجاء رجاء قالت امراته قال جهاد متشرفي تلفتات سلوة عند اسراء وبقات كتشوف فيها ما مطيقاش عينها وهي تلاحق لها وعنقاتها ضحكات اسراء وربتات على ظهرها الاخرين بقاوا غير كي بتسموا قلسات معاهم سلوة وبقات كتحضر مع اسراء اللي في لحظة نسات فهمها وبان عليها شغف المهنة كتشرح ليها وهي كلها حيوية وكان واضح عليها شي اللي خلى جهادك غير كي بتسم وفي الاخر تبادلوا النوامر ونادوا رجعوا للدار الغد لي عيطات اسراء لهيشام وقالت لي بغيتك في واحد الغراد المهم غده في الصباح غندوز عندك هيشام قال ليها مرحبا بيك في اي وقت قطعت معاه ودوزات أبال سلوة وقالت ليها غدوز عليها في الصباح باش يبدور خدمة ومن بعد نزلاتت عشات مع واليديها صباح صباح وفاقت اسراء على صوت المنبئ دارت روتينها اليوم وركبات في الطموبيل وشدات الطريق عند سلوة العنوان اللي اعطاتها سناتها تحت العمار رحتها نزلات قالت سلوة صباح الخير قالت لها اسراء صباح النور واجدها وهي تقول سلوة صراحة متوترة اسراء قالت ما عندك علاش توتر كل شي غيدوز بخير بتسميت ليها وكسيرات باتجاه للستوديو كيف وصلوا باركات الطموبيل ودخلات هي وسلوة وصلت للمكتب ديالهيشان ودخلات بلا مدق قالت هاي وهو يقول لها هيشان اسراء وناد عندها عن نقه وسلوة غير كتشوف بهم هيشان قال توحشتك لها الرعبة وهي تقول له اسراء حتى آناس المنتيج تلفت هيشام لسلوة وقحال فموه ويقول اسراء شكون هاد الملاك سلوة حشمات من حضرته وهي تقول اسراء سكتنا حشمتي البنت هاد يا سيدي سلوة الارتيست الجديدة ديالي تلفت لها هيشام وقال هيشيقون بولاد الموسم تاني اسراء قالت صوتها رائع تستاهل بتسميت لسلوة وقال هيشام قلصه آنسة سلوة تشرب اشي حاجة سلوة قالت لا شكرا وهي تقول اسراء المهم جيت عندك عارفة عندك علاقات مع شركات الانتاج سلوة بغيت لها أحسن ألبوم هذا العام وضبر عليا وهو يقول هيشام علاقات غيوفروا لها الفرصة ولكن هي خاص هتبت الموهبة ديالها لكن كتعارفي الشركة اللي كنت عامل معها ما كتقبل ش اللي كان اسراء قالت أنا ما عندي شك في قدراتها ولا عليك ومن بعد ما هيشام رتب الاسراء الاجتماع مع المدير دي الشركة ومن بعد ما اجتامعه المدير شاف اسراء وقال لها الموهبة أنا شفت سيدة وشاف سلواء وقال تبرك الله عليك صوتك رائع وبلا كترت الهضراء أنا موافق أننا نتعقد مع مد موازيل سلواء اسراء فرحات وقالت شكرا مسيو العثمان كان وعدك ما غاديش تندمح لقرارك المدير قال كانت منا ومد لها شوراق وقال هذا هو العقد يمكن لك تطلع عليه وتشوف الشروط اللي فيه واش مناسب وديك ساعه يمكن الأنسة ثروت لي خدات إسراء كتقرى فيه التمع القاد داك شي هو هذا وبقاد كتشرح السلواء لحوايج اللي ما فهمات هونش المدير بقى حاضي إسراء وكيت مع عن بحركات ها فاش كترجع شعرها للجنب وكتلعب بستيلو بيدها وكتحط على شفايفة وهي مركزة مع السلواء وكتشرح لها ومد دات ما شابت لهذا الشخص اللي غادية كلها بعينيه من لي الطالعات على العقد أعطيت للسلواء وقعات ومد دات ليه لوراق المدير قال مبروك عليك مدموزة سلواء قالت سلواء شكرا قالت إسراء كان شكرك مرة خورة على وقتك عارفة باللي وقتك قيم بالزهر وقفات ومد دات ليه إيدها وقالت نخليك أمسيو العتماني صافح المدير وبقشات إيدها وقال يمكن ليك تعيطي لي يا رياض بما أننا غادين خدموا مع بعض وأكيد غادين تشوفوا بزاف إسراء جرات إيديها وقالت إن شاء الله أمسيو رياض خرجوا من المكتب ورياض تكع الكرسي وبقى كي حك في الحيته وكي بتازم ومن بعد أسبوع دارت العرس دي الجهاد ورجاء ومشاوا لم ياني باش يدوزوا شهر العسل دي لهم وبعد أسبوعين إسراء في هادليام كانت مشغولة مع سلوة اللي تبدلات وولات كتبان بحال النجمة بدأت بتسجيل ألبومها بعد ما شافت لها إسراء أحسن المنحنين والكتاب في العالم العربي كانوا كيسجلوا في الشركة ووقت ما مشات إسراء مع سلوة كتلاقة مع رياض مع أنه هو المدير وما عندوش علاقة مباشرة بخدمتهم إلا أنه كيحضر للتسجيل وكيحاول تقرم من إسراء أكثر هي ارتاحت ليه من باهرة بشخصيته القوية والشغف اللي عنده تجاه خدمته هذا النهار كانت سلوة كيف العادة في الاستوديو وإسراء واقف عليها كتتفقد الحمل وسلوة تلغدوه ما باقي قررت إسراء تمشي تلغدوه وتجي مع هالسلوة حيث ما يمكنش يحبزه حتى يكملو التسجيل خرجات من تمة وغادا جهة الدروش ورياد خرج من المكتب ديالو وغادا لأسانسان حتى لمحاحدة الدروش وبقى ساهي فيها خرج من سهوتو والحق عليها وشدها من دراحة وهي تلفت وشافتو بتاسمهت حييد يبديه بقى كيتأمل ابتزامتها كانت كتهدر معاه وهو ما كان شحن حتى هزات ايدها كدو وزها قدام وجهه قالت لي موسيو رياد صافة رياد قال أه الحمد لله انتي صافة كيف غدا الخدمة اسراء قالت صافة كل شي غديم زيان الفضل كيرجع عليك رياد قال لا ما تقوليش حكا حتى انتي ما مقصراش كالصارح بهارتين اسراء قالت هذا واجب نخليك دابا خاسنين نمشين تغداء ونجيب السلوى ما تعكل رياد قال حتى أنا غادي ممكن تنضمي لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر